صنعاء القديمة ونتيجة الإهمال تعرضت كثير من منازلها لأضرار بالغة بفعل الأمضار فيما لا تزال البقية مهددة بالإنهيار وبحسب مصادر محلية فإن أكثر من 14 ألف منزلا في صنعاء القديمة مهدت بالسقود بالتزامن مع الأمضار الغزيرة التي من الله بها على صنعاء وكشفت حجم الإهمال الذي تتعرض له صنعاء القديمة إضافة إلى التهديد الحقيقي الذي تشكله على حياة المواطنين وخلال الموسم الأخير من الأمضار والسيول إنهارت أكثر من 140 منزلا في صنعاء القديمة فيما لا تزال مئات المرازل مهددة بالإنهيار في ظل الإهمال من قبل الجهات المختصة وعدم الاهتمام بأعمال الصيانة والترميم للمدينة ومبانيها بالرغم من نداءات الاستغاثة المتكررة من أهار صنعاء لكل الجهات ذات الصلة وحدث انهيار شبه كل لعدد من المباني المأهولة وانهيارات جزئية للجدران والأسقف بسور مدينة صنعاء الشمالي والجنوبية وتسربت المياه في سقوف حوالي 5000 مبنى في المدينة القديمة وتهدمت 107 مباني تهدما جزئيا من بين 11 ألف تحتضنها أسوار مدينة صنعاء القديمة وبهذه الأضرار تتزايد يوما بعد آخر معاناة ساكني صنعاء القديمة وتهدد حياتهم في ظل النهب الحوثي للمساعدات المقدمة لعادة تأهيل مباني صنعاء القديمة الآيلة للسقود وحرمان الأهالي من أدنى مستويات الدعم والمساعدة التي قد تخفف العبء والخوف لدى المواطنين الذين تخلت عنهم السلطات المعنية وجعلتهم عرضة للموت